بسم الله الرحمن الرحيم تجربة بعنوان Self-Extension of Liquid by Capillary Rise Method أو التوتر السطحي لسائل عن طريق الخاصية الشعرية من خلال هذه التجربة سنقوم بحساب معامل التوتر السطحي لسائل عن طريق اتفاع السائل في النابيب الشعرية الأدوات المطلوبة حوض أوعاء بيماء النابيب شعرية مختلفة الأقطار مايكوسكوب منزلق شريط لاصق أو قطعة من الفلين لتسبيت النابيب الشعرية وكذلك مصطرة للقياس في السائل تنجازب الجزائيات لبعضها البعض من خلال قوة هذه القوة تسمى القوة الجزائية فبالنسبة للجزائيات المتشابهة هذه القوة تسمى قوة التماسك Cohesion Force أما الجزائيات الغير متشابهة فبينها مع القوة تسمى قوة التلاصق لنأخذ مثالين المثال الأول جزائي في باطن السائل وجزائي على سطح السائل الجزائي الموجود في باطن السائل تحيط به جزائيات متشابهة من جميع التجاهد وبالتالي فأنه يعاني من قوة تماسك مؤثر عليه هذه القوة مجموعة يساوي صفر في حين أن الجزائي الموجود على السطح تؤثر عليه قوة التماسك في اتجاه السائل في اتجاه السائل هذه القوة تؤثر على هذا الجزائي وجميع الجزائيات الموجودة على السطح وهذه القوة هي التي تجعل سطح السائل متماسك وتشكل حجم محدد لهذا السائل وبالتالي فإن سطح السائل يعمل كما لو كان غشاء مارين مشدود غشاء مارين مشدود هذه القوة التي تؤثر على هذا السطح أو على سطح السائل تسمى قوة تمتر السطحي فالتمتر السطحي هو القوة لكل واحدة طول المطلوبة لتغيير شكل سطح السائل أو هو الشغض المبزول لوحدة المساحات من سطح السائل ويرمز لمعامل التوتر السطح برمز جامع ويقاس بواحدة نيوتن لكل متر أو من خلال واحدة المشتقة داين لكل سنتيمتر لفهم عملية انخفاض وارتفاع سطح السائل في الأنبيب الشعرية نأخذ في الاعتبار قوة التلاصق وقوة التماسق ما بين السائل وسطح السطح الملامس له سطح السلب الملامس له إذا كانت فنأخذ مثلا في الاعتبار أو نأخذ كمثال الماء والزجاج ماء والزجاج إذا كانت الاتصاق بين السائل والزجاج أكبر من قوة التماسق الجزئات السائلة فإن السائل يكتفع في الأنبوب ويقال أن هذا السائل يبلل السطح الزجاج يبلل السطح الزجاج أي له المقدر على الانتشار على السطح الزجاج وفي هذه الحالة تكون قوة التلامس أقل من 90 نلاحظ أن قطرة الماء نلاحظ أن قطرة الماء حدث لها انتشار على السطح السلب اللي هو السطح الزجاج ده وأن زاوية التماسق وهي الزاوية المحصورة بين سطح الجسم الصلب أو سطح الزجاج والمماس لسطح قطرة الماء اللي هي الزاوية دي زاوية أقل من 90 وبالتالي يقال أن السائل مبلل للسطح الزجاج أو يبلل للسطح الزجاج وفي هذه الحالة هذا السائل يحدث له اكتفاع في الأنابيب الشعبية يحدث له اكتفاع في الأنبوب الشعرية عن خارجها أما إذا كانت قوة التماسق أكبر من قوة التلاصق فإن هذا السائل ينخفض في الأنبوب الشعرية ولا يبلل السطح أي لا يحدث لها انتشار على السطح وبالتالي تكون زاوية التلامس او زاوية التماس الكنتاكت انجل اللي هي الزاوية المحصورة بي سطح جسم الصلب والمماس لسطح السائل كما في حالة الزبق بتكون زاوية منفرجة او اكبر من 90 ويقال في هذه الحالة ان هذا السائل لا يبلل السطح ولا ينخفض ولا يرتفع او ينخفض في الانبيب الشعرية في التجربة بتاعتنا هندرس معامل او هنحسب معامل التواتر السطحي عن طريق خاصات الشعرية. هنحسب معامل التوتر السطحي للماء. عن طريق لخاصات شعرية. حيث يستمر ارتفاع الماء و الانبوبة الشعرية. عند وضع الانبوبة الشعرية داخل حوض به ماء. الانبوبة الشعرية الوضعondo هدى الخاصة في حوض به ماء. نلاحظ ارتفاع السائل في الانبوبة الشعرية بشكل عمودي عنده نقطة معينة او على ارتفاع we push. على ارتفاع ال H يمثل وزن عمود من الماء هذا عمود الماء هذا يساوي مقدار قوة التوتر السطحي يساوي قوة مقدار التوتر السطحي يبقى القوة المؤثرة الأعلى اللي هي مقدار قوة التوتر السطحي تساوي وزن عمود الماء المؤثر لأسفر وحيث أن قوة التوتر السطحي الـ 2πJmR تؤثر بزاوية اللي هي زاوية التماس اللي احنا تكلمنا عليها زاوية التماس اللي هي سيتا فأنه نحلل هذه القوة إلى مركبتين قوة مركبة في اتجاه الكوزين ومركبة في اتجاه الصين بداية المركبة في اتجاه الصين هي عبارة عن قوة الشد المسؤولة عن شد سطح السائل هذه المركبة من قوة التوتر السطحي هي المسؤولة عن شد سطح السائل وحيث أن الشد يتساوي مع هذه القوة قوتين متساوياتين في المقدار المتفضل في الاتجاه تأثيرهم بيساوي صفر أما المركبة مركبة قوة التوتر السطحي 2 باي جاما ر في اتجاه الكوزين كوزين سيتا وهي المسؤولة عن ارتفاع السائل في الأنبوبة أو شد السائل لارتفاع اتش أو لارتفاع مقداره اتش من سطح من الأنبوبة وفي هذه الحالة الارتفاع اتش هو عباره عن وزن عمود السائل الذي يتساوي أو قوة وزن عمود السائل الذي يتساوي مع قوة الاف جاما أو قوة التوتر السطحي أو مركبة التوتر السطحي في اتجاه الكوزين أي أن القوة المؤثرة لأسفل اللي يعباره عن وزن عمود الماء اللي هي m في الجي حيث m للكتلة كتلة الماء اللي يعباره عن كسافة الماء في حجم الماء في الجي وهي سوى أن حجم الماء هو عبارة عن حجم استوانة وعبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو باي أر تربيع H في الرو جي هذه القوة اللي هي باي أر تربيع H رو جي تتساوي مع مين؟ تتساوي مع مقدار قوة التوتر السطحي اللي هي عبارة عن المركبة الرأسية اللي هي مركبة في اتجاه الكوزايا من المعدلة دي الـ H زي ما احنا قلنا اه اللي هو ارتفاع السائل مقدار الارتفاع ونحوله المتر طبعا هو يطلع معاني بالسنتيمتر بحواني المتر اللي هو نصف قطر العنبوبة الشعرية اللي هنحسابه من خلال الميكروسكوب المنزلق روكة سافة السائل طبعا بالنسبة لماية بيساوي الف كيلوجرام المتر مكعب الجي اللي هو سابط الجاذبية اللي هو تسعة فاصل تمانية متر على السنية ترديه طيب احنا اتكلمنا من شوية كده على القوة القوة المؤثرة الاسفل اللي طلعنا قيمتها في النهاية بتساوي باي تربيع باي ار تربيع اتش رو جي باي ار تربيع اتش رو جي اما القوة المؤثرة الاسفل اللي هي عبارة عن المركبة في اتجاه الكوزين اللي هو اتنين باي ار جاما كوزين سيتا هتساوي هنسويها مع المقدار القوة باي ار تربيع اتش رو جي طبعا البي مع البي التربيع مع الار يبقى اذا جاما 2 جاما كوزين سيتا بيساوي R اللي هو نصف قطرنا بوبة في اله الاقتفاع السائل في الهو في الجي وحيث ان الزاوية سيتا حيث ان الزاوية سيتا زاوية صغيرة جدا تكاد تقترب من صفر كوزين صفر بيساوي واحد يبقى اذا الكوزين الصفر اللي هو بيساوي واحد يبقى اذا المعدة هتاخد الشكل النهائي اللي هو الجاما او اتنين جاما بيساوي يبقى اذا الجاما فقط او معامل التوتر السطحي لسائل يساوي على اتنين يبقى اذا لحساب معامل التوتر السطحي لسائل نحتاج باسترقى طبعا عن طريق او من خلال الخاصية الشعرية نحتاج لمعرفة نصف قطر النهبوبة الشعرية ارتفاع السائل في النهبوبة الشعرية كثافة السائل في ثابت وثابت الجاذبية الارضة طبعا ما احنا عارفين يا شباب ان ان معامل التوتر السطحي او التوتر السطحي بيعتمد اعتمال كبير على درجة الحرارة ووجود شوائل في هذا السائل الخطوات لاجراء هذه التجربة يجب ان تكون الانبوبة الشعرية نظيفة وجافة نسبت الانبوبة من خلال اللاصق او من خلال قطعة الفلين بحيث نستطيع قياس قطر الانبوبة من خلال الميكروسكوب المتحرك او المنزلق من ثم ايجاد قيمة الار الى نصف قطر الانبوبة ليعبار عن القطر على اثنين ثم نمسك بالانبوبة مع المسطرة عموديا في الماء ونقوم بطرق خفيف للانبوبة لاخراج الفقاعات من الانبوبة ونلاحظ او نوجد قيمة ارتفاع حد الماء داخل الانبوبة ولياكم مقداره اتش نكرر هذه الخطوة مع نبيب مختلفة وانا في التجربة دي بحث قيمة الار والاتش مع كل انبوبة ونسجد نتائج في الجدول بداية الانبوبة داخل الانبوبة تحت الميكروسكوب تظهر في الصورة دي تظهر في الصورة زي كده شباب ده عبارة عن القطر داخلي وده عبارة عن القطر داخل الانبوبة طبعا ده اللي عايزين نحسبه احنا هنحسب قيمة الدي دي ازاي انا هستخدم شعرة القياس شعرة القياس داخل او من خلال الميكروسكوب ناخذ شعرة القياس ونضعها لحد الاول الداخلي للانبوبة الشعرية ونسجل قيمة القدمة ذات الوغانية لعن ميكروسكوب وليكن قيمتها اكس واحد ثم نقوم بتحريك الميكروسكوب او العدسة في الاتجاه المقابل حتى نصل الى الحد الاخر للقطر الداخلي للانبوبة وليكن ونسجل قيمته من خلال القدمة ذات الوغانية ويكون اكس اتنين نضرح قيمة اكس اتنين ناقص اكس واحد القيمة المطلقة لأكس اتنين ناقص اكس واحد ونوجد قيمة قطر الانبوبة ونقادر هذا الامر من خلال القطر الداخلي من اعلى ومن اسفل مرة اخر ونوجد قيمة الدي ونوجد قيمة الدي نجمع قيمة دي واحد ودي اتنين والقسمة على اربعة لإيجاد قيمة الار اللي هو نصف قطر الانبوبة او ممكن اذا كانت الانبوبة اكيد الانبوبة منتظمة وبالتالي بيكون قيمة الار بتساوي دي على اتنين نسجل هذه النتائج في جدول نحصل قطر ونقوم بي ايجاد قيمة نصف قطر عبارة عن قطر على اتنين والاكتفاع ثم نقوم بحساب جامع ر اتش رو جي لكل الانبيب ذات الاقطار المختلفة ثم نوجد متوسط جامع وذلك بي ايجاد بحساب مجموع جامع على عدد القراءات اللي احنا عملناها ونتابع الفيديو المغفر